مساء الخير لا جديد رصد على مستوى ملف التأليف الحكومي ولا معطيات توافرت على مقياس تحريك المياه الراكدة في ضوء الحديث الأخير بين رئيسي الجمهورية ميشيل عون والحكومة المكلف نجيب ميقاتي حتى خطوط الاتصال بين بعبد والسراي لم تشهد أي تواصل هاتفي لتحديد موعد جديد للقاء وفق ما كان قد أشيع تحت عنوان للبحث تتم ولسيما فيما يتعلق بموقف عون مما طرحه ميقاتي لجهة استبدال بعض الوزراء في حكومة تصريف الأعمال وهكذا يختتم الأسبوع الجاري بلا نتائج حكومية فيما بدأ الوقت يضيق ربطا بالمهلة الدستورية لاستحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية على المستوى الاقتصادي ما زال الدولار في السوق السوداء يواصل ارتفاعه الجنوني وهو تخطى 33500 ليرة فيما لا يزال الدولار الجمركي ينتظر القيام بدراسة أثره على حياة الناس أبعد من لبنان يتقدم الحوار الايراني السعودي وهو وصل إلى مستوى جيد جدا وفق ما أكد المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الايراني أبو الفضل عموئي كاشفا عن محادثات ديبلوماسية قريبة بين البلدين تمهيدا لإحياء العلاقات السياسية